طلابنا وطالباتنا العزيزات في قناة حياتنا أورلايف نرحب بكم جميعاً فيديو اليوم رح يكون شوي قصير هو عن الدرس الرابع في كتاب التمارين لطلاب الصف الثامن نرحب بكم جميعاً في قناتكم وأكيد بحب أذكركم أنه أي فيديوهات كلها بتلاقوها في قوائم التشغيل وفي فيديوهات تانية أكيد من الصف الأول للصف العاشر أي شي بتقدروا تحضروا لأي صفوف كل موجود في قوائم التشغيل اليوم درسنا رح يكون مراجعة عن كتابة ألف التثنية في الأسماء بعد الهمزة ياريت أنه تحضروا بالبداية كتاب الطالب عشان فيه شروحات كاملة اللي بالنسبة لكيفية كتابة ألف التثنية وهي على فكرة كلها موجودة بشكل مفصل من خلال الدروس يعني هون هن نفسهم يعني موضحيننا الطرق الثلاث الرئيسية بالنسبة لكتابة ألف التثنية بعد الهمزة يعني ثامن خلاصة الموضوع هنا بالنسبة لكتابة ألف التثنية عندك كلمة مفردة بدنا نعملها مثنى بدنا نثنيها مش دائما نحكي كتاب كتابان بيت بيتان أو بيتين احنا بدنا نشوف الآن هاي في حالة الرفع يعني هلأ كلمة الآن اللي بالأخيرة هاي اللي بتنحط الألف هادي الموجودة دائما نطلع على قبلها إذا كان قبلها حرف من الأحرف اللي زي هاي كامل سميها أحرف فصل إذا كان عندك قبل الألف ألف والنون إذا كان عندك مثلا همزة أو سوري إذا كان عندك الزين يعني قبل الهمزة الأخيرة هاي قبل الهمزة وليس ألف أبل الألف والنون فإذا كان عندك قبلها أحرف حرف واحد من أحرف الفصل زي را زا دا ذا و هذه الأحرف مباشرة تيجي بتحط لها الآن بس ممنوع منعا باتا إنك توصلها بالألف في الهمزة هاي تمام إذا جزء واحد عندك هو مفرد بدنا نيجي نثني رح يصير جزء آن في عندك همزة إحنا هون هو موضوعنا إنه كيف أنا بدأ حط الآن وعندي همزة هل أحطها على نبرة زي هيك ولا أفصلها الشغلة تتعلق بالحرف اللي قبل الهمزة فإذا كان هذا الحرف من أحرف الفصل مباشرة بدك تفصلها الألف والنون بدك تفصلها أما إذا كان من أحرف الوصل أي أحرف تانية مش من هدول الأحرف تبعية الفصل نسميها أحرف وصل يعني مثلا عندي حرف الفا الفا ليس من هذه الأحرف فبالتالي هي أحرف وصل عادية فلما نعمل دفع اللي هو دفع واحد نعمله مثنى تصير دفعان مباشرة بدنا الهمزة هاي نحطها على نبرة ما بنخليها على السطر زي هيك الحالة الأخيرة اللي درسناها برضو المرة الماضية اللي هي إذا كان عندك شغلة اسمها ألف مهموزة يعني ألف وعليها همزة مش همزة لحالها زي هيك أو همزة لحالها هون هيك على السطر زي هاي الحالة إذا عندك ألف وعليها همزة هاي ما نسميها الألف المهموزة شو بنا نعمل يا ثامن مباشرة هذه الألف لما تصير مثنى بس لما تصير مثنى تقلب هذه الهمزة إلى ألف ممدودة ألف وعليها المد فتقرأ مبتدأ مبتدآن شوفوا الهمزة المد طيب هون تطبيق عملية على هذا الموضوع نراجع مهارة كتابية نكمل الفراغ بالكلمة المقابلة للعبارة بعد إضافة ألف التثنية إليها فيما يعطي في عنا بأبأ واحد نهايته في همزة طيب يا ثامن بدنا شو نعمل؟ بدنا نثنيها إضافة ألف التثنية إليها يعني ألف ونون شو ده تصير؟ بؤبؤان كما هي فالبؤبؤان فتحتان يتقعان في وسط العين ويتغير حجمهما لتنظيم كمية الضوء التي تدخل العين هون الهمزة ضلت على واو نتفرج على قبل هاليه الواو ما فيها أي إشي فخلاص مننزل ألف ونون بدون ما نعمل أي تغيير الحال الثاني عندك كلمة لواء هلأ كلمة لواء دائما لما يكون في عندك زي كلمة سماء ألف وراها همزة في هذه الحالة هاي مش من ضمن الحالات ولا حتى كلمة بؤبؤ هاي برضو نفس الإشي بدنا نحط ألف ونون بدون أي تغيير فإذا بتنزل الألف ونون كما هي بدون أي تغيير هذه الحالة برضو مش مذكورة من ضمن الثلاث حالات اللي أخذناهم ننتقل للسؤال الثاني نضع ألف التثنية بعد الهمزة في مكانها المناسب في الجمل الآتية في مدينة العقبة مش شاطئ واحد عندي شاطئ آن شاطئ تنتهي بألف وعليها همزة نعرف كيف هي المفرد ألف وعليها همزة يعني زي هيك يا تامن احنا حكينا بالأخير إذا عندي ألف وعليها همزة زي هيك شو بنا نعملها هذه تقلب إلى ألف ممدودة هاي ألف ممدودة على فكرة إذا مش منوا الملاحظة لإلكم هاي هالألف الممدودة ننتقل للسؤال اللي بعده القناعة والطموح ضوءان ينيران شخصيات العظيمة هي طبعا هاي مش ضوءة هي ضوءان تمام دي أحاول أعدلها أوكي زي هيك ضوءان ضوء الهمزة بالأخير على السطر نفس الحالة الأولى اللي أخذناه ولي شرحناه قبل شوي زي كلمة جزء بس حط اللي الألف والنون ليه لأنها ضوء قبل الهمزة عندي واو ضوء واو والواو هيها من أحرف الفصل فبالتالي الألف والنون لا يعني بظلها منفصلة عن كلمة ضوءان تمام الشغلة اللي بعديها هي كتابة قصة قصيرة وأخذنا نحن عن كيفية كتابة قصة قصيرة وتعرفنا على أهم عناصر القصة القصيرة مثل الشخص والعقدة والشخصيات الزمان والمكان والأحداث والحل أكيد كلها هاي من لعيها في كتابة طالب برضو تم شرحه في فيديو منفصل هلأ المطلوب لنكون أن تكتب قصة عن شخصية رحالة مرة في إحدى رحلاته بمغامرة مثيرة واستطاع أن يتغلب على جميع المصاعب التي واجهته بدنا نعرض ما كتبنا إلى معلمتنا أو معلمنا ونرسله إلى بريدهم أكيد بحب أذكركم أنه هذه العناصر اللي درسناها بدنا نحطها بالقصة اللغة تكون سليمة أسلوبنا حلو كلماتنا واضحة يعني تكون كلماتنا واضحة علامات الترقيم تكون كلها موجودة إملاءنا يكون صح ما ننسى أن يكون فيه هدف يكون فيه مغزة لهذه القصة يعني مش نكتب هيك حيا الله أنه ذهب وطلع على السجاد السحرية وسافر وانتقل من منطقة إلى أخرى وتعرف على أعمدة جرش الأبية وعلى قلعة عجلون الرائعة وعلى قصر عمرة في قلب الصحراء حكينا إشي فيه مغزة من الأحداث اللي عم بتصير زي القصة اللي قرأناها في كتاب الطالب تمام؟ واختار أخيرا أكيد للقصة عنوان مناسب ممكن تخلي العنوان للأخير بعد ما يعني تحدد وتخطط ببالك شو تحكي بالضبط أو شو هي القصة التي سوف تكتب عنها إذا نحن بهيك نكون عن هنا هذا الدرس اللطيف نشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم رح نحكي فيه عن الأسماء الخمسة كل تحية لكم وإلى اللقاء